جزاكم الله خير وأحسن إليكم يقول أشارك شخصا ما في سيارة أجرب بمسبة السرز في الرمح والخسارة وذلك لمدة عامين فقط وتنتهي الشركة بيننا وقد دفعت له قيمة هذا السرز على أن يرده كما هو بدون زيادة ولا نقصان بعد انتهاء هذين العامين هل هذا يعتبر من الربا وما الدليل؟ نعم المشاركة السيارات أو بغيرها لجزء من المحصول جزء مشاعر من المحصول للرح التجارة أو من كسب السيارات أو غيرها من المؤجرات كل هذا جائز والحمد لله ولكن لا يسترد إقدار المعينة من الدراهم وإنما يكون الاشتراك بجزء مشاعر كالربع والنصف والعشر والخمص بحيث يتساوى الجميع في الزيادة والنقص لو حصلت زيادة كل يأخذ نصيبه منها لو حصل نقص يكون عنه جميل أما أن يحدد مبلغا معينا فهذا لا يجوز كذلك إذا شرط أن يضد عليه قاسماني من غير نقص فهذا شرط لا يجوز وضغط للشركة لأنه ربما يتصاب الشركة بإفلاس فيذهب رأس المال أو يذهب بعضه فهو معرض للخسارة بالرحة معرض للتلف فإذا ألف من هاي تفريق من العامل فإنه لا يجوز لا ضمن عليه إنما يضمن لو فرط وكانت تلف بسببه سبب تفريقه اشتغاطا يرجع رأس المال مطلقة سواء ربح أو لم يربح هذا شرط باطل شكرا